السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال سنة تالت عدادي كل سنة منتو طيبين النهاردة إن شاء الله أول فيديو من فيديوهات المنهج هناخد النهاردة يانيت 1 الوحدة الأولى اسم الوحدة وإحنا طبعا هنشتغل من كتاب جيم فأنا عاوزك مصحصح معايا ونعكز معايا جدا في كل الكلمة هتتقالك النهاردة هتعامل معايا على أنها جاية لك في سؤال إن شاء الله مطلوب منك أنك تكبر الصورة ياريت تخلي الجودة على 720 علشان تشوف كل حاجة واضحة وطبعا بتدول ورايا أي نوتس أنا بقولها وياريت نعمل لايك للفيديو علشان تفيد غيرك بالفيديو ده ويلا من غير ما نضيع أي وقت كبير لنبدأ تعال نبص مع بعض على كلمات الدرس معرض الأحياء المائية اسمه أكوريوم 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 تمام؟ هو حاجة كده زي المتحف بتمشي كده ووسط يعني أحواض من الزجاج وكل حوض فيه كائن بحري مختلف فهذا اسمه أكوريوم أكوريوم الحدائق النباتية اسمها Botanical Gardens وإحنا طبعا عندنا حديقة نباتية مشهورة جدا موجودة في أسوان اسمها أسوان Botanical Garden يبقى Botanical Gardens حدائق نباتية وهنقرى definition بتاعها دلوقتي Botanical Gardens خاصة especially 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 حدث event 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 بحيرة lake 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 الأثار اسمها Monuments 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 محمية طبيعية يعني Nature Reserve Nature Reserve Nature Reserve Nature Reserve هادئ أو آمن Peaceful 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 الأطلال أو الأنقاض اللي هي بقايا البيت بعد ما البيت بيقع مثلا بيكون في بقى الأطلال أو الأنقاض ودي اسمها Ruins 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 مطعم Restaurant 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 مركز تسوق Shopping Center Shopping Center Shopping Center مركز رياضي طبعا مركز يعني سنتر خلاص مركز رياضي اسمه Sports Center Sports Center Sports Center محطة Station زي Train Station محطة الأطر حركة المرور اسمها Traffic 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 أول There is too much traffic اسم لا يعد There is too much traffic يعني في زحمة مرور Traffic Traffic ننتقل بقى للجدول اللي بعد كده منطقة أو مساحة يعني Area 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 يتحقق من أو يفحص Check 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 your answer يعني افحص ايجابتك تأكد من ايجابتك ابنة daughter my daughter I have a daughter daughter ابنة يصف describe describe Can you describe your room ممكن توصف قطك قاموس dictionary 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 يشمل أو يتضمن include 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 machine 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 دراجة نارية هي الموتسيكل motorbike motorbike لما اجي احلي الاسئلة دي طبعا انا مطلوب مني ان انا اشيل مني الباكس هنا وحط في الجابس في الفراغات دي عندك lake عندك ruins عندك machine عندك describe that can make good coffee هذه الايه ممكن تعمل قهوة كويسة اللي هتعمل قهوة كويسة طبعا المشين Can you يطر ايه your room طبعا can you describe your room describe لسه ايه describe يعني ياصف ممكن توصف قطك I was fishing fishing اللي هو هنا verb معنى يصطاد I was fishing in the lake طبعا انا هستطاد في البحيرة طيب هو قال لك حتى خلي بالك انا لما اكتب لك بين قصين n اقصد noun اسم ولما اكتب لك بين قصين v اقصد الكلمة دي verb فعل ولما اكتب لك بين قصين ed يعني الماضي باضافة ed بكون check checked ولما اكتب لك بين قصين d اقصد الماضي بكونه ب d اضيف d اكون الماضي طبعا في a d j يعني adjective صفة لما تلاقي a d v يعني adverb يعني الكلمة دي ظرفة حنيجي بقى للسنانم والانتنم المراضف والمضاد بتاع الكلمة هناخد كل كلمة وليها السنانم وليها الانتنم بتاعه السنانم اللي هو meaning معناها والانتنم اللي هو opposite اللي هو عكسه فهركز جدا لان فيه سؤال اللي هيجيلك على كده طيب كلمة attractive يعني جذاب حاجة جذابة يا طرى ايه السنانم ليها المراضف ل attractive beautiful جميل واحد جذاب واحد جميل طيب ايه الانتنم او opposite ugly يعني قبيح الشكل أو unattractive مش جذاب unattractive عندك كمان careful كلمة careful يعني حريص أو حذر تمام careful السنانم ليها cautious كوشس برضو حذر كوشس اسمها كده كوشس اما الانتنم ليها careless واحد مهمل careless دايما LESS بتفيد نقص الصفة الصفة مش موجودة الصفة care الاهتمام والرعاية مش موجودة غالي الثمن expensive expensive السنانم او الميننج ليها costly يعني مكلف هو طبعا cost يكلف او يتكلف costly مكلف اما cheap رخيص inexpensive برضو مش غالي هي advanced شوية inexpensive رخيص inexpensive ان هنا فادت العكس عندك helpful مفيد helpful طيب السنانم ليها ايه كمان بمعنى مفيد useful مفيد ونافع useful اما لو انا حطيت less بتفيد النقص بقى useless عادي من الفائدة useless عندك important مهم important important والسنانم ليها essential essential هام او اساسي لكن الانتم unimportant مش مهم يبقى خلي بالك important essential and important عندك interesting شيق interesting الحاجة دي interesting شيقة السنانم ليها exciting مثيرة exciting برضو حاجة كويسة حاجة شيقة حاجة مثيرة اما لما قول على حاجة انها بورينج مملة بورينج 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 هنا هي الانتمم المضاد لinteresting حاجة شيقة وحاجة مملة عندك near قريب near A D J يعني adjective يعني صفة near السنانم ليها close برضو قريب close اما الانتمم ممكن اقول far far يعني بعيد أو distant distant برضو بعيد distant علشان كده كلمة distance ليه المسافة distance هاشيلي تي وضيف سيئي عندك peaceful peaceful قرية هادئة peaceful peaceful السنانم ليها quiet هادي أو calm هادي اما الانتمم noisy صاخب مزعج فيه noise فيه دوشة يبقى لو قالك what's the antonym of peaceful قلوه noisy عكس peaceful noisy معتاد usual usual حاجة معتادة مش غريبة usual فالسنانمز ليها مراضفة كلمة usual common common عادي normal عادي اما الانتنم unusual 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 يعني غير معتادة حاجة احنا مش متعودين عليها اوكي تعال نشوف expressions مهمة جدا يشوف كل كلمة تتقالك مهمة do a job do a job do a job كلمة job وظيفة what's your father's job ما وظيفة باباك job برضو مهمة do a job يؤدي وظيفة او يؤدي مهمة do a job do a job do a job تاخد do يا ولاد do a job go straight on يعني اذهب مباشرة الى او امشي على طول go straight on go straight on go straight on take turns يعني يتبادل الادوار احنا بنلعب لعبة فده دوري وبعد كده دورك وبعد كده دور فلان فا احنا we are taking turns take turns take turns take turns لو انت قلت الواحد turn left يعني حاود يسار او انعاطف يسارا انت turn right انعاطف يمينا حاود يمين عندك هنا في ال prepositions في حروف الجر compare with compare يقارن تاخد حرف الجر with compare with يقارن ب بتقارن حاجة بحاجة compare with عندك find فايند بس يجد طيب لو انا قلت find out يكتشف بس هي بتيجي مع المعلومة تكتشف معلومة تعرف معلومة اسمها find out find out find out find out عندك interested مهتم okay interested are you interested هل انت مهتم هتاخد حرف الجر in طيب يعني ايه interested in يعني مهتم بي و ايه هيجي بعدها على فكرة النون interested in English مهتم بالانجليزي او يجي بعدها مضافل و ايه انجي interested in reading stories مهتم بقراءة القصص انترستد ان مهتم بي ليت فور متأخر على ليت فور ليت فور ليت فور ام ليت فور سكول انا متأخرا على المدرسة اخرت على المدرسة اسمها ليت فور هي جاهة يسألك في هذا الوقت ليت فور ليت فور ليت فور ما تنساهش على النصية على النصية على النصية على النصية على النصية يجري عبره يجري عبره حنيجي للأفعال أفعال صغيرة كده طبعا طالما جابلك الأفعال في جدول فهو يقصد الأفعال الغير منتظمه اوكي زي ايه زي build يابني الباست 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 سيمبل منها built بنا اما تصريف الثالث الباست بارتسيبول built الباست بارتسيبول ده انا استخدمه لما اجي مثلا ابني للمقول لما اجي اتكلم في المباشر والغير مباشر اوكي فانا استخدم الباست بارتسيبول build present يابني والباست الماضي built he built هو بنا والباست بارتسيبول built يعطي give طيب الماضي لو انا عاوز اقول اعطى gave gave والباست بارتسيبول given give gave given يضع put put لما تلاقي في اس يبقى اكيد ده المدارة هي puts لكن لو لقيت هي put اكيد الماضي لان الماضي ما بيضافش لي اس علشان تميز بين الاثنين put put طبعا put في المضارع مش هضيف الله اسمع ايو ويو 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 اي اسم جامع قصة مضارع بسيط دل بادي يفوز win win وفاز won they won the match فازوا بالمباراة win won will pass will pass participle one wait 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 for wait for my lesson ومعرض الاحياء المائية طيب ايهو الاكوريوم ده انجليش a place where you can see beautiful fish مكان بيتشوفي سمك جميل يعني ايه بانك bank bank a place where you can borrow and save money a place مكان طريقين بيتقابلوا في المكان ده اسمه الكونر lake البحيرة a large area of water مساحة كبيرة من الماء with the land around it وفي يابس حولها فالمساحة الكبيرة دي من المياه اسمها lake library مكتبة للقراءة او الاستعارة وفي يابس حولها لكن ما باشتريش منها library a place where you can borrow and read books او مكان بتستعير وبتقرأ منه كتب زي مكتبة المدرسة لكن المكتبة اللي باشتري منها الكتاب اسمها bookshop monument اللي هو الاثر اللي هي جمعها monuments الاثر something that people build حاجة الناس بتبنيها to remind us علشان تفكرنا بعد كده of an important person بشخص مهم زي التمثال or event او حدث مهم فهدي اسمها monument ايه هو السبورس سنتر المركز الرياضي a place where you can play مكان بقى بتلعب فيه volleyball كرة الطيرة tennis and other sports ورياضات اخرى فالمكان ده اسمه سبورس سنتر طيب تعال بعد كده يعني ايه straight on straight on لما اقولك go straight on يعني امشي على طول straight on يعني على طول او في خط مستقيم يعني in a forward direction في اتجاه للامام not left مفيش يسار or right ولا يمين لا هتحوض يسار ولا يمين مش على طول traffic حركة المرور the cars يعني العربيات lurries الشاحنات motorbikes المتسكلات etc الى اخره that use road اللي بتستخدم الطريق فهدول اسمهم traffic turn left او right turn left اللي انعاطف يسارا turn right انعاطف يمينا move تتحرك drive او تسوق or go او تذهب لليسار or the right او اليمين هيا دي turn right او turn left طيب تعالى نتكلم على suffix suffix اللي هي اللاحقة يعني ايه يعني حروف خلي بالك معايا حروف بتضاف في اخر الكلمة تمام زي care هضف لها في اخرها full تبقى careful فهتحول خلي بالك هتحول نوع الكلمة بدل مثلا مثلا ما هي اسم هتبقى صفة بدل ما هي فعلة هتبقى صفة فهتتحول بدل ما هي مثلا فعلة هتبقى اسم بدل ما هي فعلة هتبقى اسم فالصفكس دي ويتيجي تحول الكلمة بس انا عاوزك لازم تكون عارف يعني ايه verb فعل يعني ايه يعني صفة يعني ايه noun يعني اسم يعني ايه adverb يعني preposition حرف الكلمات دي لازم تكون عارفها لازم تكون عارفها تمام طيب تعالا معايا نبدأ بكير كلمة كير اللي هي الرعاية كير طيب كير نوعها ناون هي ناون هي اسم الرعاية اسم ضف لها if u l تبقى كيرفول حريص وحذر بقت adjective بقت صفة اصف واحد انه هو كيرفول فالسفكس فالسفكس if u l الوافول حول النون لأدجكتف help help يساعد الكلمة دي verb فعل طيب help لما ضف لها if u l هتبقى helpful متعاون وهنا بقت adjective برضو صفة واحد متعاون peace peace الواسلام الكلمة دي اسم ناون طيب ضف لها if u l السفكس if u l بقت peaceful اللي هو هادئ وآمن بوصف حاجة انها هادئة وآمنة يعني adjective بقت صفة use يستخدم الكلمة دي verb فعل use طيب السفكس if u l لما يضاف لها تبقى useful مفيد بقت صفة برضو adjective اتحولت من verb من فعل لأدجكتف عندك بعد كده كلمة potany اللي هو علم النبات الكلمة دي ناون اسم علم النبات طيب اضف لها i c a l بقت botanical اللي هو نباتي وهنا بقت adjective صفة botanical زي botanical gordon حديقة نباتية history اللي هو التاريخ history برضو ضف لها i c a l history noun اسم التاريخ اسم بقت historical تاريخي وهنا بقت adjective برضو صفة عندك كلمة flute يلوث the verb ده فعل طيب ضف لها i o n في الآخر حتبقى pollution التلوث pollution التلوث اسمي مش صفة pollution عندك attract يجذب يشد attract ضف لها السفكس i ve بقت attractive اتحولت من الفعل يجذب verb للصفة adjective جذاب attractive جذاب attractive فده السفكس في حاجة بقى اسمها prefix اسمها ايه؟ prefix السفكس كان بيضاف في الاخر لكن ال prefix بيضاف في الاول فيغير معنى الكلمة فيدي كلمة جديدة بمعنى مختلف هو ممكن ما يغيرش النوع يعني هنا صفة هنا صفة لكن هيغير المعنى هيغير المعنى فعندك on و in دول prefix بيضافوا في بدايات الكلمة فالتنين دول on و in prefix on وال prefix in لما يضاف في اول الكلمة هيدي عكس الصفة هيحولها للعكس ازاي؟ attractive جذاب ضفلوا on البريفكسة on في الاول بقت unattractive غير جذاب قدة الانترنم important مهم ضفلها on في الاول unimportant مش مهم interesting شيق ضفلها on في الاول uninteresting غير شيق true صحيح ضفلها on untrue غير صحيح usual معتاد ضفلها on unusual غير معتاد يبقى كله تحول للعكس expensive غالي هنا مش حضيف on لا حضيف in inexpensive prefix in هيدي opposite هيدي antonym inexpensive رخيص بعد كده قالك طيب ادرس الكلمات دي اسماعيلية تمام اسماعيلية وعندك كمان port سعيد السويس عندك بعد كده the natural science museum متحف العلوم الطبيعية the sphinx ابو الهول the swiss canal قناة السويس عندي بعد كده language notes ملاحظات لغبية تعالى ننتقل للبورد ونتكلم عليها بشكل اوضح فكز معايا في الاربع كلمات اللي على البورد والفرق بينهم هما الاربعة كمعنى هما نفس المعنى يصل تمام او يصل الى فكلمة reach معناها يصل الى ودي بيجي بعدها place مكان reach طيب هل بتاخد حرف جر؟ لا تمام لا ممتاخدش حرف جر تمام تقول كده I reached Cairo انا وصلت القاهرة reach لها معاني كتير بردو يعني بردو مثلا يتوصل الى يعني انت بتفكر في حل المشكلة ومرة واحدة توصلت الحل فتقول reach reach بردو يصل الى فمثلا ممكن اقول زي ما المثال اللي جالك في الكتاب the swiss canal قناة السويس ما لها قناة السويس reach reach بتصل الى reach the sea البحر بتفضل ماشي لغاية لما توصل للبحر كي؟ خلي بالك reach ما تاخدش حرف جر خلي بالك اوي 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 reach ما بتاخدش حرف جر علشان خطري اوعى تنسى reach ما فيش حرف جر طيب عندك get يصل الى بس دي بتاخد حرف الجر to get to برضو زي reach بالظبط بس لازم حرف الجر to وبيجي بعدها place مكان get to والماضي منها got got to تمام؟ ده بالنسبة لget got to لازم تاخد حرف الجر to we got to as one yesterday yesterday احنا وصلنا اسوان بارح خلي بالك لو انا عاوز اشيل got to وحط reached مفيش مشكلة we reached اسوان yesterday reach مفيش حرف جر get او got هتاخد to طيب تعال بعد كده على arrive ناخد خط كده ونبص مع بعض على arrive انت عندك اتنين arrive وكل واحدة واخد حرف جر يعني arrive in arrive at arrive in يصل الى وarrive at يصل الى arrive in يصل الى مكان كبير او مكان غير محدد انا وصلت فين بالزبط يعني ايه؟ يعني اقول مثلا arrive in Cairo arrive in Cairo يصل الى القاهرة تماما او انا لما اروح القاهرة اوصل فين بالزبط تحديدا فين مش هقول يبقى arrive in خلاص مكان كبير زي مدينة زي دولة arrive in Egypt وصلوا مصر they arrived in Egypt وصلوا مصر فين بالزبط في مصر تمام؟ مدينة او دولة او حتى مثلا arrive in the village يصل الى القرية arrive in the village فين بالزبط في القرية وصلوا فين بالزبط هم فين؟ تحديدا فمش موجود فarrive in يصل الى مكان كبير او مكان غير محدد he arrived in Cairo last month هو وصل للقاهرة الشهر الماضي طبعا ممكن اقول he got to Cairo ممكن اقول he reached Cairo طيب تعال الarrive at arrive at arrive at بقى هنا انت هتحدد المكان okay arrive at يصل الى مكان ممكن اقول محدد arrive at مكان محدد المكتب يوصل للمكتب يوصل للبيت يوصل للمدرسة انا بحدد وصل فين بالزبط she هي arrived at school arrived at school هي وصلت المدرسة she arrived at school مثلا on time في الموعد المحدد شفت arrive at اللي هو وصل الى وحدد بالزبط وصلت فين school المدرسة arrive at home وصلت البيت arrive at the cinema وصلت السينما فانت بتحدد بالزبط arrive at مكان محدد نقول ثاني reach يصل مبتخدش حرف جر get to يصل الى مكان arrive in arrive in بيوصل مكان كبير مكان غير محدد محددش وصل فين arrive at بيوصل مكان محدد انا بحدد تحديدا هو وصل فين بالزبط الملاحظة اللي بعد كده قالك الفعل here اللي هو يسمع ممكن يجي بعده infinitive مصدر أو يجي بعده مصدر مضاف له ing okay verb مضاف له ing الفعل here يسمع ممكن اقولك i انا heard i heard her انا سمعتها singing بتغني يبا هنا جبت الفعل مضاف له ing i heard her singing انا سمعتها بتغني او مثلا she heard هي سمعت she heard her phone سمعت تلفونها ring شفت هنا جبت مصدر بدون اضافات فده بالنسبة للفعل here يسمع فده شغال وده شغال ده صح وده صح مفيش مشكلة ممكن الفعل here يسمع يجي بعده مصدر she heard her phone ring او يجي بعده فعل مضاف له ing i heard her singing طيب الملحوظة اللي بعد كده بتتكلم على superlative اللي هي صيغة التفضيل العليا لها المفروض ان انا بكونها بذا والصفة واي اس تي يعني the tallest الاطول هو اطول واحد the shortest الاقصر the fatest الادخن تمام the most الاكثر the most الاكثر قالك بقى انا ممكن الجديد بقى ان انا ممكن احذف than في صيغة التفضيل زي دي كده لما اجي اقارن بين مجموعة لو قبلها apostrophe s الملكية يعني ايه؟ يعني مثلا لو في apostrophe s فبحذف than مش ممكن بحذف than ده انا اكيد بحذفها لازم احذفها تمام؟ يعني ايه مثلا؟ يعني مثلا the sphinx ابو الهول اوكاي ما له the sphinx ابو الهول قالك the sphinx is Egypt's خلي بالك Egypt's عندك هنا انا بحصر في اس بتاعتي الملكية Egypt's most famous الاكثر شهرة او اشهر monument هو الاثر الاكثر شهرة في مصر اوكي the sphinx is Egypt's most famous monument ايه اللي حصل هنا؟ فين ذا في the most؟ راحت فين ذا؟ طارت ذا ليه طارت ذا؟ علشان قبلها ال apostrophe s بتاعتي الملكية بسيطة the sphinx is Egypt's most famous monument يبقى انا بحس في ذا في السوبرولاتف لازم ذا تكون موجودة بس هاحذفها لو قبلها apostrophe s الملحوظة اللي بعد كده بيقولك الفعل love يحب وكذلك الفعل enjoy يستمتع به هيجي بعدهم يا اما ناون احنا قلنا ناون يعني اسم يا اما فعل مضاف له ing تمام؟ يعني مثلا i love i love i love انا احب reading القراءة i love reading ايه اللي حصل هنا؟ انا جبت بعد love فعل مضاف له ing ممكن بدل love تقول i enjoy انا استمتع به i enjoy reading ممكن تقول مثلا he هو enjoyed هو استمتع به واجب ناون اسم he enjoy the film هو استمتع بالفيلم he enjoy the film يبقى الفعل love والفعل enjoy هيجي بعدهم ناون اسم او فعل مضاف له ing i love watching احب مشاهدات السمك i enjoy playing chess او i enjoy chess على طول i enjoy chess انا باستمتع بالشطرنج او i enjoy playing chess تعالا بقى ننتقل للشاشة تاني دلوقتي علشان نقرأ مع بعض وكمان نصوص الليسننج اللي موجودة في الكتاب نشوفها مع بعض عندي دلوقتي محادثة بين بنتين بين مونا وبين داليا تعال نشوف مونا قالت hello داليا i'm at the library انا في المكتبة where are you اين انت طبعا المحادثة تليفونية دي phone call فداليا قالت لها hi مونا i'm next to the station next to يعني بجوار i'm next to the station انا بجوار المحطة طيب اجيلك ازاي how do i get to the library شوفت get to يصل الي يجي بعدها مكان how do i get to the library انت ممكن تستخدم الصيغة دي علشان تسأل تروح اي مكان ازاي how do i get to school how do i get to the cinema فمونا قالت لها it's easy from the station من المحطة go straight on امشي على طول فسألت how far طول المسافة قد ايه فقالت لها for about 20 متر يعني حوالي 20 متر okay do i go past the sports center طبعا go past وهي مر على هو انا همر على المركز الرياضي قالت yes but then turn left ايوة بس بعده turn left turn left حوالي يسر okay walk past walk past the botanical gardens تمام قالت لها كده walk 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 past يعني مري على the botanical gardens لياء الحدائق النباتية فقالت لها طيب انا دلوقتي already فعلا i'm walking past them now i'm walking past انا بمر عليهم دلوقتي فمونا قالت great after the botanical gardens بعد ما تخلصيها بقى بعد الحدائق النباتية turn right استديري يمينا فداليا قالت turn right after the botanical gardens استدير يمينا بعد الحدائق النباتية okay فمونا بتقول لها then take the second road خودي تاني طريق on the right على اليمين can you see a restaurant شايف المطعم قدامك فداليا قالت i think i can see it it's on the corner احنا اتفقنا on the corner يعني على النصية it's on the corner فمونا قالت لها walk past the restaurant امشي مري كده على المطعم the library is between يعني ايه between يعني بينها between هيجي بعدها مكانين بين مكانين between the restaurant and the museum بين المطعم والمتحف opposite يعني امام opposite the bank opposite the bank يعني امام البنك فخلاص داليا قالت لها thanks مونا see you soon اراقي قريبا اشوفك حالا طيب تعالا نقرأ هنا النص ده اه شريف بيقول i am شريف and i live in اسماعيلية which is between اسماعيلية بين بورت سعيد and سويس بين بورت سعيد وبين السويس the Swiss Canal قناة السويس runs through the city بتجري في المدينة أو وسط المدينة before it reaches the sea قبل ما تصل البحر خلي بالك reach ما تاخدش حرف جر اسماعيلية is beautiful اسماعيلية مدينة جميلة there are attractive buildings في مباني جذابة interesting monuments أثار شيقة and lots of gardens وكثير من الحدائق around حوالي three hundred and fifty thousand people 350 الف شخص live here بيعيش هنا but since traffic is slow there isn't much pollution يعني لأن المرور أو حركة المرور بطيئة there isn't much pollution ما فيش تلوث كتير عندنا في اسماعيلية اسماعيلية is peaceful احنا قلنا peaceful يعني هادية but it isn't pouring بس مش مملة هي آه هادية بس مش مملة there are lots of things to do here في حاجة كتير تعملها هنا especially خاصة at the weekends في العطلات الأسبوعية يعني on friday afternoons في فترات الظهر يوم الجمعة I often go to lake تمساح أنا بروح بحيرة التمساح which is near the city اللي هي البحيرة القريبة من المدينة with my family بروح مع أسرتي it's a beautiful lake هي بحيرة جميلة with beaches around it وفي شواطئ حولها on saturday mornings يعني في الفترات الصباحية من يوم السبت I have tennis lessons أنا باخد دروس تنس at the sports center في المركز الرياضي والكلام ده at 9 a.m. خلي بالك إن الساعات بتاخد at sometimes I go swimming أحياناً أمارس السباحة in the afternoon في الظهيرة with my friend سيد مع صديقي سيد there are some interesting museums I live in Alexandria with my mom my dad and my two brothers Alexandria is a very historical city historically يعني تاريخي مدينة تاريخية with lots of famous buildings وفيها مباني مشهورة ruins أطلال and monuments وأثار but it's a modern city too بس برغم كده برضو هي مدينة حديثة and there are lots of things to do here at the weekend I like to spend time with my family فالعطلة الأسبوعية بأضي الوقت مع أسرتي on Friday afternoons we usually go to the park but sometimes we go to a museum بنروح المتحف or to the aquarium احنا اتفاننا نفيه aquarium في اسكندرية I love watching the fish on Saturdays في أيام السبت الأيام بتاخد أن I visit my grandparents they live in Alexandria too I enjoy playing chess شفت انجوي بعدها فعلا مضاف له IMG I enjoy playing chess with my granddad he's very good at it but sometimes I win أحيانا أنا بفوز تعال انشوف Judy قالت my name is Judy and I live in Aswan it's a busy city مدينة مزدحمة with about one and a half million people وفي حوالي مليون ونص شخص and there is always a lot to do at the weekend يعني there is a lot to do يوجد الكثير اللي تفعله at the weekend شفت at the weekend خلي بالك من حروف الجر On Friday mornings بص الأيام بتاخد أن الفترات In the morning لكن Friday morning تاخد أن On Friday morning أو On Friday mornings I sometimes go shopping أنا أحيانا أتسوق Aswan is a great place for this Aswan مكان عظيم لكدا وهو التسوق There are lots of interesting shops في الكثير من الحلات الشيقة And I love going to the famous market I also like to go to the botanical gardens موجودة في أسوان ومشهورة الحدائق النباتية Or the nature reserve أو المحمية الطبيعية On Saturdays إيه اللي هيحصل؟ I do my homework And in the afternoon I go to the sports center ليه هروح للمركز الرياضي For my squash lesson علشان درس للسكواش It's my favorite sport هو الرياضة المفضلة عندي اللي هي squash طيب بعد كده إحنا طبعا عندنا التمارين تعال نبص مع بعض على Giving directions إعطاء الاتجاهات هنا لما تيجي تدي واحد الاتجاهات ممكن تقوله Turn right استدير يميناً أو Turn left استدير يساراً At the traffic lights عند إشارات المرور ممكن تقوله واحد Go straight on امشي على طول Go straight on this road امشي بطول هذا الطريق It's on the corner من الكلمات اللي بتستخدم برضو يا أولاد It's on the corner على النصية Walk past مر على Walk past the railway station Walk past the railway station Take the second road خد طريق الثاني On the right على اليمين والكلمات دي بحروف الجر بتسيد جداً لما تيجي Giving directions لما تيجي تعطي الاتجاهات يعني مثلاً بجوار Next to Next to Between مكان and مكان Between And Go straight on اذهب مباشرة Opposite أمام Push opposite On the right على اليمين On the left على اليسار Walk past مر على أو Go past هي هي مر على On the corner على النصية وعلى الركن On the corner From From To من إلى From To حطها لك في جمل وقالك The bank is next to the shopping center Next to بجوار البنك بجوار المركز التسوق My house is opposite أمام The railway station The library is at the end of the road On the corner On the corner Take the first road خد أول طريق On your right على يمينك From the station من المحطة Go straight on امشي على طول And then turn left Go past the post office مر على مكتب البريد أكي قال لك خلي بالك between بيجي بعدها حكتين شيئان شخصان مكانان يعني هيكون فيه and حد حد مكان مكان علي علي قاعد بين بين ما قولش بين مونة واسكت بين مونة لأ بين مونة ونادر بين مونة ونادر مدرستي بين مدرستي بين مدرستي بين بانك و بوست طمام وهنا طبعا The library is قال لك between لا احنا عايزين ايه صح من between two لا ما فيش between two لكن في next to next to the Chinese restaurant my house is next the bank and the library لأ مكانين و and يبقى between مش next حروف الجر الخاصة بالزمان ركز بقى معايا بطل تعال هنتكلم الأول كده على حرف الجر in حرف الجر in انت هستخدم حرف الجر in مع الشهور in April in January مع الفصول فصول السنة seasons in spring in winter في الشتاء قبل السنين قول ان in 1984 1984 in 2015 2015 in the 1990s يعني في التسعينات القرون centuries بتاخد حرف الجر in in the 20th century فالقرن العشرون فطرات اليوم اللي هي the morning the afternoon the evening in the morning in the evening فطرات اليوم هتاخد in طرات طويلة من الوقت in the past في الماضي in three years يعني في خلال ثلاث سنين in the holidays في الأجازات حياخدوا حرف الجر in I was born in October أنا تولدت في أكتوبر الشهور we go to her in summer الفصول هنا in summer I was born in 2007 أنا تولدت في 2007 we are in the 21st century إحنا في القرن الواحد والعشرين I usually do my homework in the evening الفترات in my uncle will travel in three weeks خلاص الفترات الطويلة طيب تعالا بعد كده لحرف الجر at حرف الجر at أنا هستخدمه مع الساعات okay at seven thirty a.m. سبعة ونص أو at five o'clock في الخامسة at هستخدمها قبل المهرجانات at Christmas تمام؟ at Easter في وقت محدد استخدم at at night في الليل at the weekend okay the weekend the weekend at the weekend weekend at the weekend at noon في الظهيرة at lunch time وقت الغداء at midnight في منتصف الليل يبقى night midnight كمان midday منتصف النهار the weekend noon lunch time I have a meeting أنا عندي اجتماع at nine a.m. الساعات خدت at people go to parks الناس بتذهب إلى الحدائق at Easter تمام؟ at Easter الوعيد الفصح تاخد at Jane went home at lunch time at lunch time وقت الغداء وقت محدد it gets cold at night الجو ببرد بالليل at night كلمة night تاخد at ما تنساش وكذلك midnight تعال لحرف الجر on استخدم on مع days of the week أيام الأسبوع الأيام بتاخد on on Monday يوم الاثنين on Wednesday يوم الاربعا طيب لو انت عندك يوم وفترات يعني Tuesday afternoon أو Saturday mornings يوم وفترة ياخد on on Tuesday afternoon on Saturday mornings التواريخ لأن التاريخ عبارة عن يوم November 22nd الثاني والعشرونة من نوفمبر ما هو يوم؟ ياخد on لو التاريخ جالك بأي صيغة on 22nd of November لو التاريخ تاريخ اليوم جيب أي صيغة ياخد on لو عندك يوم وفترة ياخد on يوم بس ياخد on الأيام المميزة تاخد on الأيام مش المهرجانات الأيام المميزة on my first day في عيد ميلادي on Christmas day on Christmas day لو يوم عيد أو يوم راس السنة on Christmas day do you work on Fridays هل تعمل في أيام الجمع؟ الأيام بتاخد on I'll travel on Thursday morning يوم وفترة ياخد on her first day is on on 20th of May تاريخ العشرونة من مايو ياخد on where will you be on new year's day هتكون فين في عيد راس السنة أوكي؟ الأيام المميزة تاخد on أحيانا بقى no prepositions مش هنستخدم حروف gar انت مستخدمش لإن ولا أون ولا at مع مثلا next next week ما تقولش in next week أو on next week أو at next week لا مفيش preposition no preposition مفيش حرف جر next week next year next month أو last last night last year السنة اللي فاتت أو every everyday مفيش حاجة اسمها in everyday أو on everyday انت في العربي ماشي تقول في كل يوم لكن English لا everyday على طول every night every year يبقى next last every كذلك this this morning مفيش in this morning this morning this month this morning هذا الصباح this month هذا الشهر كذلك today مفيش حاجة اسمها in today أو on today لا today على طول tomorrow على طول yesterday على طول مفيش أبلهم preposition my uncle will arrive عمي هيوصل next month الشهر الجاي we went to the zoo last week he did his homework this morning she's traveling tomorrow هي هتسافر بكرة مفيش preposition قبلهم مفيش حرف جر قبلهم تعالوا نشوف مع بعض السؤال ده Lucy is arriving Lucy هتوصل in February 13th استنى كده الثالث عشر من فبراير ده تاريخ يعني يوم ياخد on مش in the train leaves tomorrow morning in 8 am السنة ده دي ساعة الساعة تاخد at I was born أنا اتولت on 1992 1992 1992 دي سنة السنة تاخد in آخر حاجة في فيديو النهاردة speaking asking for and giving directions تعالى لما تيجوا تطلب الاتجاهات أو تعطي الاتجاهات تعالى نشوف هنقول ايه في موقف زيادة يعني مثلا انت بتسأل عن المكتبة where is the library please اين المكتبة من فضلك ممكن حد يقولك walk past أو go past مرة على the restaurant المطعم it's on the right باختصار شديد it's on the right على اليمين ممكن صيغة تانية للسؤال how do I go أو how do I get from the market ازاي اوصل من السوق to the cinema ممكن الرد take the second road خد تاني طريق turn right how do you mean it's on the left how far is it مرضو بنستخدمها how far is it يعني كم تبعد ما تقولي المسافة how far is it فممكن تقول for about ten minutes يعني حوالي عشر دقيق for about ten minutes for about ten minutes تعال ناخد باخر حاجة paragraph a review of your visit to ismailia يعني بتعمل review زي مراجعة كده أو بتعرض رأيك of your visit to ismailia لزيارتك الاسمالية last weekend العطلة الماضية I went on a nice trip to ismailia انا رحت رحلة جميلة ل ismailia الموقع which is between بورسايد and suez the suez canal قناة السويس runs through the city بتجري وسط المدينة before it reaches the sea قبل ما توصل خالص البحر اسمالية is beautiful there are attractive buildings نقول الحاجات اللي هناك interesting monuments أثار شيقة and lots of gardens بعد كده عدد الناس around 350,000 people حوالي 350,000 الف شخص live there there isn't much pollution مفيش تلوث because traffic is low لأن حركة المرور بطيئة اسمالية is peaceful اسمالية هادية but it isn't boring there are lots of things to do there في حاجات كتير نعملها هناك especially at the weekends I go to lake تمساح which is near the city with my family it's a beautiful lake أتكلم على بحيرة التمساح it's a beautiful lake with beaches around it there are some interesting museums وفي متاحف شيقة in اسمالية my favorite is the natural science museum المفضل عندي هو متحف العلوم الطبيعية because I'm interested in animals لأن أنا مهتم بالحيوانات it was a nice trip and I enjoyed there رحلة جميلة واستمتعت هناك it's a good place to go at the weekend it's a good place to go مكان جيدا نحن نروحوا at the weekend لو عا تنسى النذاويكين تاخد قاعدة ممكن برضو يعني تحكي الموضوع ده برضو من البداية خالص يعني تقول مثلاً last week I went to اسمالية with my family we went to my car اوكي كده احنا خلصنا خالص اول درسين اه اتمنى ان الامور تكون بسيطة وواضحة معاك متنساش تعمل مراجعة انك تشوف الفيديو كمان مرة علشان كل معلومة قالت تثبت معاك اكتر وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الفيديو جاي هنتكلم على lessons 3 & 4 وخلاص كده خلصنا thank you for watching شكراً المشاهدة وشكراً انك يا باطل كملتي الفيديو للاخر توحشني كتير جداً للايتي الفيديو جاي ان شاء الله بكل اسف خلاص خلصنا سلام goodbye